كون السيناريو اللي سيوصل إلى حل مسألة حصة الإقليم من الموازنة؟ هل سيتم عبر آليات قانونية أو وفق توافقات سياسية؟ تفضل أستاذ محيّاكم الله جزيلا بسم الله الرحمن الرحيم شكرا لكم وشكرا موصول إلى مشاهدين قناتكم الكريمة صراحة طيلة الفترة الماضية كان يحضل عبر الاتفاقات بين المركز والإقليم عبر التوافقات سياسية وتخادمات سياسية تصد في مصلحة الإقليم من أجل التصويت على الحكومة وجرت العادة هكذا طيلة الفترة الماضية باستثناء في عام 2017 عندما الدكتور العبازي في أثناء ولايته أو فقاة الانتخادمات ونفذ نالك البستور والقانون وسيطر على المناطق المتنازل عليها وعلى الكركوك وإيقاف المطارات والمنافذ الحدودية من أجل أن يكون الدكتور هو الحاكم بين المركز وبين الزمين لأن علم الدكتور في 111 يقول أن النفط والغاز هو ملك الشعب العراقي وبالتالي المنافذ الحدودية أصلا هي أموال اتحادية طيب أستاذ عقيل أستاذ عقيل أنا سمعت أو قريت قبل شوية من ضمن الأخبار التحالفات الكردية وبعض النواب الكرد قالوا أنه القوة الشيعية هي اللي نقضت الاتفاق اللي صار قبل ساعة مما ينتهي الاجتماع هذا صحيح هذا الخبر يعني هو موضوع هو القوة الشيعية لكن هما عادوا الأخوة الكرد إلى اتفاق المتابع وهو على الساس يكون في موازنة 2017 تسليم 250 أو ما يعادل 250 ألف برميل إضافة أصل المنافذ الحدودية إلى الحكومة الاتحادية مقابل حكومة الاتحادية لعمل موازنتهم لكن هذا أفضل اتفاق خرقوا الأخوة في عام 2018 وما يدفعوا يعني أخذوا موازنة بدون ما يقدمون النفط وفي عام 2018 ما في الشيء يعني صار اتفاق والحكومة أعطت الموازنة لهم لكن أما ما استددوا ما بذنبتهم بس الأقليم أستاذ عقيل الأقليم بالوقت الحاضر يطالب باستحقاقات الأقليم ما الأسباطع السنة مضت يعني شنو معناتها هذا داي ماطل لو ديرفع سقف مطالب لو شير يدونه ماطلة واضحة باعتبار سنو الأقليم له عقود يعني على النفط تركيا وهذه العقود ملزمة إلى اللقيم وفي عام 2019 وفي عام 2019 نقول حكومة ستيج العبادية قمنا دعوة على يعني على حكومة تركية لشراء النفط الكرني بدون خصوصات رسمية وهذا واضح ومشدد لذلك اليوم الأخوة الكرد يماطلون ويحاولون أن يأخذون موازنة بدون تهديد ما بدمتهم من النفط أو 250 ألف أخي اليوم الواضح يعني في تقرير واضح من مزارة النفط العراقية هناك أكثر من 650 ألف برميل مفتر يومياً من كاركوك ومن المناطق المتنازعة وبالتالي إعطاء 250 ألف برميل أعتقد هذا وضحف على الضبوت أصدر الملف لا تريد الأخوة الكرد لا يريد أن يسلمون ملكت النفط إلى الحكومة الكرد زيني أستاذ إذا تسمح لي أستاذ عقيل أستاذ عقيل حضرتك ذكرت أنه حتى لو كانوا منطين هذا الربع مليون برميل يومياً لبغداد فرح تكون من حقول كاركوك بما معنى أنه الأقليم مسيطر حتى اللحظة على حقول كاركوك وحقول نينوها زيني اليوم كحكومة مركزية ليش ما أجي خل نحكي بالعراق أدق على الميز وأقول لهم لا أنا واحد الثين ثلاث هذا اللي أريد أن نعودكم أنتوا أقليم تابع للعراق ترضون ما ترضون يعني ليش دعا أجاملهم الحكومة طرقت على الميز على الميز في الماتقب وجاء الأخوة الكردية تفاوضون ومن المبدأ الجديد لكن للأسف حكومة السيد العادل عبد المهدي هي من أخذ الانتفاقات واليوم الأخوة الكردية يعيدون الانتفاقات على كأنها اتفاقات سياسية ويذهبون عن يعني يبتعدون عن القانون وعن الدستور لا يريد أن يتلموا ملس النفط إلى الحكومة الاتحادية وهذا خطأ كبير وخطأ الجسيد لا يصبح في مصلحة الأخوة الكرد ولا يصبح في مصلحة الحكومة الاتحادية ما أنا هذا اللي دا أقوله يعني أنا قلت لك اليوم أنا حكومة مركزية كل هاي المفاتيح بإيدي واني أقدر أقرر لأن كل مادة تتأجل الموازنة أكو مشاكل دا صير والدليل أنه ما دا يصير بذيقار شبابي طالبون بتعيين يريدون حصة نفط يريدون حصة للعيش أنا كل مرأة دا أجل الموازنة دا صير مشاكل بعد أكثر هل ياترى هاي المشاكل هو اللي دا يرسمها الإقليم لو هي مرسومة من قبل شنو التفاصيل؟ سيد الكريم إذا ما يكون هناك لتحقق دستور فأعتقد سوف يعني يعني تكون هذه الهوة بين الأقليم وغين يعني حكومة من قغداد تستطيع ومساعة وبالتالي نحن لا نريد أن ندخل في مناسبات وفي نشاكل لدينا دستور ونقود الكرد هم أولا نستطيعوا على هذا الدستور الناصب اللي موجود اللي تبت تصويت عليه عام 2005 وبالتالي نطبق الدستور يعني خلاص فضت راحت أنا أطبق بنود الدستور وخلاص فيما يخص المناصر الحدودية فيما يخص الموازنات هو المرجع الحقيقي والمرجع اللي ممكن أن أعطل معهم عليه أبا هالي التفاهمات اللي يطلبوها لأخوة الكور اللي تأتي وفق كوراققات سياسية يعني مرحل لا تصبح في مصرحة الشعب العراقي وتوفى تبقى هذه المشاكل بين المركز وبين الأقليم مفتوحة إلى ما لا نهاية الحل الأبسل هو أن تطبق الدستور وأن تطبق القانون على تطبق حكومة الاستحادية وبالتالي حكومة الاستحادية ملزمة لأطاق تطبق مستحقات الأقليم وهكذا يكون وفق القانون وفق الدستور أبا تبقى ضمن تواثقات مرحلية وبالتالي كلما تأتي موازنة أو كلما نأتي حكومة جديدة يكتبوا تطبيق عليها تمام أستاذ عقيل رديني نقطع الاتصال حتى من ضمن الأخبار القرناء أنه الاقليم يرفض أنه قضية الجوازات والجنسية تصدر أو يكون إلها اتصال مباشر بحكومة المركز والسيستم المركزي في بغداد يريدون دايراكت يكون من عندهم يقولون نحن عندنا وزارة مالية وعندنا كل شيء إذن ما نحتاج شيء من المركز إذن ما تحتاجون أي شيء بعد من حصة الموازنة